الى عدم التشبس بمعادلات خشبية جاملة الوفق ليس مصدودا الثالثة بعد ظهر بطاقة بيروت تتابعون من الميدان منفل الزون مستقبل وفي العنوين السعودية والامارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر والدوحة تأسف وتستغرب الملفات اللبنانية حاضرة في قصر الاليزي في إطار مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان غارات سورية جديدة على جرود عرسال توقع إصابات وإسرائيل تعلن هضبة الجولان منطقة عسكرية مغلقة وفي النشرة تتابعونا في الاقتصاد ماد انفسمنت بانك ورسامني يونس للسيارات يعلنان عن نجاح أول عملية تسنيد لمخزون السيارات وفي الرياضة لبنان أمام الاستحقاق القاري الأخير اليوم في تايلند أهلا بكم حضرت ملفات لبنان اليوم على الساحة الدولية وتحديدا في قصر الاليزي حيث انعقد مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان برعاية وحضور الرئيس فرانسوا أولند ومشاركة الرئيس ميشال سليمان ووفد وزاري لبناني ووزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية وممثلي مؤسسات ومنظمات دولية وقد سبق افتتاح المؤتمر لقاء جمع الرئيسين أولند وسليمان أما أبرز المواقف التي صدرت عن رئاسة الفرنسية فهي دعمها السياسي والأمني والابتصادي للبنان أما الرئيس سليمان فأشار إلى أن الدعم الدولي للبنان أقل بكثير مما يواجهه من تحديات بخصوص تدفق اللاجئين السوريين شاكرا العاهلة السعودي لدعمه الجيش اللبناني وفي تطور مفاجئ طغى على معداه من أحداث إقليمية قررت كل من السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من دولة قطر احتجاجا على عدم التزام الدوحة ببنود الاتفاقية الأمنية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي مفاجأة مدوية فجرها بيان ثلاثي الأطراف أعلن أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قررت سحب سفرائها من دولة قطر اعتبارا من يوم الخامس من أذار 2014 الخطوة التي شكلت تطورا غير مسبوك على صعيد العلاقات الخليجية أعلن عنها في بيان نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية وبرر خطوة سحب السفراء بعدم التزام قطر بالاتفاق المبرم في الرياض في الثالث والعشرين من تشرين الثاني الماضي وأقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بحضور أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمر الجابر الصباح وأيده جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي وهذا الاتفاق الذي فجر الخلاف يقضي بالالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر كما ينص على عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي وأشار البيان إلى أنه في ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع الاتفاق بدون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه قيد التنفيذ وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الإخذ بها في مختلف القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم واستشعرا منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس اضطرت الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تره مناسبا لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر وختمت السعودية والإمارات والبحرين بيانها بالقول أن الشعب القطري جزء لا يتجزأ من بقية شعوب دول المجلس مبدية أملها في أن تسارع قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع وفي أول رد فعل قطري عبرت الدوحة عن أسفها واستغرابها من هذه الخطوة التي اعتبرت أن لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وقال البيان القطري أن موقف الدول الثلاث مرتبط باختلاف المواقف حول قضايا خارج الدول المجلس مؤكدا أن الدوحة ستظل ملتزمة بالمبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي وأكدت قطر أنها لن تسحب سفراءها من السعودية والإمارات والبحرين وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من جدة الكاتب والمحلل السياسي حسين شبوكشي سيد حسين ما خلفيات هذه الخطوة الثلاثية الأطراف وما التدعيات المنتظرة على علاقات هذه الدول مع قطر أعتقد ما نراه الآن هو تصريب متوقع جدا وأنا أوانه في أذهام الكثيرين من المتابعين لهذه المسألة لأنه كما يقال أن قد فاض الكيل بهذه الدولة لأسفل الشديد قطر توادت في دعم تيارات متطرفة جدا وصعدت من زمات سياسية في محيط عربي متشمس جدا وما تقوم به من تأييد القوى على حساب دول مسألة مريبة جدا وتدعو للقلق والإمارات أبدأت قلقها والبحرين أبدأت قلقها والسولية أبدأت قلقها ومصر تبدأت قلقها والأردن أبدأت قلقها واليمن كذلك فهناك حالة من الاستغراب وكثير من الجولات خلف الكواليس كانت وخلف الأبواب الموصدة لمحاولة إقناع والتوسط مع قطر لأن تغير هذا الناش وتكون جزء من تحالف قوي بصالح سيادة الأمن والاستقرار في المنطقة ككل ولكن أثرت أن تغرد خارج السرب والآن تدفع سمن هذا التغريد وأعتقد أن هناك خطوات اقتصادية وسياسية وأمنية ستتبع هذا القرار الدبلوماسي نعم الكاتب والمحلل السياسي حسين شبوكشي شكرا لك وإلى باريس حيث انعقد مؤتمر مجموعة الدعم الدولي للبنان بمشاركة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الذي عقد محادثات مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند وللمزيد تنضم إلينا مباشرة من باريس مفادة تلفزيون المستقبل شهير دريس شهير رشا طبعا منذ بعض الوقت كان هناك المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع الثنائي والاجتماع الموسع بين الرئيسين اللبناني والفرنسي فرانسوا أولاند وميشيل سليمان والذي تغع عليه المزيد من الأجواء الإيجابية وقد علمنا في معلومات لتلفزيون المستقبل أن اللقاء كان جيدا جدا كان الرئيس هولاند يطرح أسئلة فيها المزيد من التوضيحات يريد أن يكون هناك للبنانيين كما قال أن هذا المؤتمر بالنسبة للبنان هو حدث مهم أن يجتمع المجتمع الدولي بكفته من أجل دعم لبنان سأل بحسب معالم في الاجتماع الثنائي بين الرئيسين وحتى في الاجتماع الموسع سأل عن القضايا السياسية الداخلية اللبنانية لسيما للجهة موضوع تشكيل الحكومة موضوع البيان الوزري وكذلك موضوع النائي بالنفس هو شدد على هذا الموضوع جدا وضرورة انسحاب حزب الله أيضا من سوريا من أجل أن يكون لبنان في حياد عن هذا الموضوع إذن وأيضا كما ذكر في المؤتمر السحفي التجديد على ضرورة أن يتضمن البيان الوزاري موضوع إعلان بعبدة تشكر جهود الرئيس سليمان على كل ما يقوم به لكن في هذه الأثناء هناك غداء بين الرئيسين ووفد المرافق وأيضا الوزراء الخارجية على أن يكون هناك سورة تذكرية بعد ذلك وكذلك يكون هناك يعني انعقاد المؤتمر بعد ذلك والذي قد بحسب المعلومات يعقبها أيضا مؤتمر سحفي إذن هذا الاجتماع الدولي بخصوص لبنان سيركز على مواضيع ثلاثة أبرزها وبحسب ما حددها الرئيس هولند هي أولويات دعم لبنان من أجل تخفيف العبء اللاجئين السوريين على لبنان دعم الاقتصاد اللبناني وتمويل المشاريع الإنمائية وتحقيق أمن واستقرار لبنان وإضافة إلى موضوع تسليح الجيش عبر الهباء السعودية والاتفاق اللبناني الفرنسي يعني هذه الأولويات التي تحدث عنها الرئيس هولند وشدد عليها خلال المؤتمر الصحفي وأيضا خلال الاجتماعات التي عقدها مع الوفد اللبناني فيما الرئيس سليمان كما أشار في كلمته أمام الحضور أن لبنان بحاجة ماسة إلى هذا الدعم الدولي وعلى المجتمع الدولي أن يبقوا يعني واقفا إلى جانب لبنان في هذا الأمر من شأن أن يعود لبنان إلى سابق عهده من أجل استقراره وأمنه إذن هذه هي مجمل ما حصل في المؤتمر الصحفي وأيضا في الاجتماعات وسنستمع الآن إلى ما قاله الرئيسين هولند وميشيل سليمان وأنا أهنئ الرئيس اللبناني ميشيل سليمان على مواقفه خصوصا في الأشهر الأخيرة إذا لم أرد أن أقول لمواقفه وجهوده في السنوات الماضية وأيضا نرى هذه الجهود واضحة من خلال الإعلان عن الحكومة الجديدة وتأمين تشكيل هذه الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام وأيضا هو يعمل عبر ومساعدة كافة الجهات اللبنانية لمواجهة التحديات اليواجهها لبنان وهذا ضروري للبلد نحن نعلم أيضا أنك يا رئيس الجمهورية تضعون جهودا جبارة لتأمين خارطة طريق تسمح بالموافقة على الميثاق وثيقة الحكومة نحن سنعمل هنا لدعمكم على ثلاث مستويات أولا هناك حاجة ماسة لتأمين أموال تفي باحتياجات اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية الأولوية الثانية هي مساندة الاقتصاد اللبناني الأولوية الثالثة التي نتحدث عنها هو تأمين الأمن اللبناني والسماع للجيش اللبناني بالحصول على المعدات العسكرية المناسبة والملائمة لتأمين الأمن اللبناني وذلك عبر المنحة السعودية لقوات الجيش اللبناني وهذا يحدون الأمل أن يتم التوصل إلى حل شامل للأزمة السورية وأيضا أن يتم وضع خطة بناء شاملة مستقبلية أيضا لمساعدة السوريين وأنا سعيد أن أقول لكم أن الجيش اللبناني ما زال يحظى بدعم على المستوى الداخلي وأيضا على المستوى الدولي بأنه حامل الديمقراطية والدولة اللبنانية ويسعى كل الوقت لتأمين تنفيذ كافة المهام المنوطة به وهو يسعى لمواجهة فلتان وفوضى السلاح وأيضا التحديات الإرهابية والتهديدات الإرهابية الأخرى وكما أتمنى أن هذا الدعم للجيش اللبناني سيؤدي إلى وضع أفضل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للدفاع الوطني والتي اقترحتها على الأطراف في لبنان ولابد هنا من شكر الملك عبدالله بن عبدالعزيز الملك السعودي لمساعدته الخاصة لقوات الجيش اللبناني بمنحته ومنحه ثلاثة مليارات دولار لتأمين المساعدة للجيش اللبناني وكان الرئيس سليمان بدأ لقاءاته الرسمية عصر أمس عقب وصوله إلى باريس فور وصوله إلى باريس عقد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان اجتماعا مع أعضاء الوفد الوزري المرافق لوضع اللمسات الأخيرة على الموقف اللبناني في مؤتمر دعم لبنان سليمان استهل لقاءاته بزيارة مقر منظمة الأونسكو حيث كان في استقباله مديرة المنظمة إيرينا بوكوفا وسفير لبنان لدى الأونسكو خليل كرم وعدد من السفراء العرب والأجانب ونوه سليمان بالعلاقات القائمة بين لبنان والأونسكو مشددا على زيادة التعاون وتعزيزه ثم دون كلمة في السجل الذهبي وفي مقر إقامته استقبل رئيس الجمهورية نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وتم عرض للأوضاع الراهنة على الساحة الداخلية ثم التقى المفد الأممي الأخضر لبراهيمي الذي أطلعه على أجواء الاتصالات والمشاورات الدولية الجارية لمعالجة الأزمة السورية كما بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي تحضيرات الجامعة لعقد القمة العربية المقبلة في الكويت إضافة إلى موضوع اجتماع باريس للمجموعة الدولية لدعم لبنان حيث جدد العربي تأييد موقف الجامعة للقرارات الدولية التي تساعد لبنان وفقا لخلاصات مؤتمر نيويورك انتهاك السيادة اللبنانية من قبل النظام السوري مستمر فقد أغارت طائرات حربية سورية على جرود عرسال ونفذت ست غارات على خربة يونين وعجرم ووادي الخيل والمصلحة بالقرب من مخيم للنازحين السوريين ما أوقع عددا من الإصابات لم يحدد بعد وترافقت الغارات مع سماع صوت نيران مضادات أرضية باتجاه الطائرات المغيرة من دون التأكد من مصدرها إلى ذلك سقط صاروخ على تلال جنتة مصدره الأراضي السورية أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم هضبط الجولان منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر على خلفية استهدافه لمجموعة من حزب الله حاولت زرع عبوة ناسفة قرب استياج الحدودي السوري مع إسرائيل بحسب الإذاعة الإسرائيلية وذكرت الإذاعة نفسها أن الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا أكد فيه أنه أغلق المنطقة الحدودية مع سوريا في منطقة الجولان واستنفر قواته في المنطقة الحدودية وبدأ بعملية موسعة لتمشيتها والتأكد من وجود عبوات ناسفة أخرى وأشارت الإذاعة إلى أن الجيش منع المستوطنين من الاقتراب إلى المنطقة الحدودية وطلب من المزارعين مغادرتها ومقابل الحدود اللبنانية وتحديدا عند مارون الراس تمركزت دبابة مركافة وعدد من جنود العدو خلف ثواتر الترابية كما سجل انتشار أليات مجنزرة بالقرب من موقع البياض الإسرائيلي قبالة بلدة بليدة صعدت كتائب بشار الأسد غاراتها الجوية والبرية على يبرود بمنطقة جبال القلمون بهدف تحقيق تقدم ومحاولة السيطرة على هذه الجبهة المشتعلة منذ نحو عشرين يوما كمن همرت البراميل المتفجرة بكثافة على أحياء حلب ما رفع عدد القتل اليوم إلى عشرين الله أكبر الله أكبر عشرات الغارات والبراميل المتفجرة تلقيها قوات بشار الأسد من الطيران المروحي على منطقة ريمة والتلال المحيطة بمدينة يبرود في منطقة جبال القلمون بريفي دمشق هذا التصعيد العسكري ترافق مع حشد نظام الأسد لقواته ومعاونيه لا سيما حزب الله وكل من فيلق بدر ولواء أبو الفضل العباس لتحقيق تقدم ومحاولة السيطرة على هذه الجبهة المشتعلة منذ نحو عشرين يوما وهذه التطورات تتزامن مع تعرض مدن وبلدات أخرى في ريف دمشق أبرزها لمليحة وزملكة ودومة لقصف جوي وأرضي مركز فيما تجدد القصف على حي القدم ومخيم اليرموك في دمشق حيث تدور اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام أما في حلب ورغم قصف حي مساكن هنانو من الطيران الحربي ورمي البراميل المتفجرة على حي الصخور فيسجل قتال ضار في حي العامرية غارات الطيران الحربي الأسدي تستهدف كذلك حي طريق السد وأطراف بلدة نعيمة في درعة فيما تلقى براميل الموت على بلدة تسيل وفيما تدور اشتباكات في إدلب تمكن الجيش الحر من التصدي لمحاولة قوات النظام إعادة السيطرة على محطة المهاش للغاز في دير الزور كما استهدف تجمعا لكتاب الأسد في حي الصناعة فيما انفجرت عبوتان نسفتان بريف دير الزور إلى ذلك تجدد القصف بالمدفعية الثقيلة على مدن الحولة وتلبيسة وبلدة الدار الكبيرة وقرية الخالدية في ريف حمص فيما سجل سقوط صاروخ أرض أرض على قرية الزارة التركمانية طالب وزراء خارجية الدول المجلس التعاون الخالجي نظام السوري بالوفاء بالتزاماته في مؤتمر جناف واحد التي تنص على تشكيل سلطة انتقالية بصلاحيات كاملة كما دعا الوزراء الخالجيون في ختام اجتماعهم بالرياض مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على النظام السوري لرفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين ورحب بالقرار الدولي الذي نص على تسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل عاجل إلى المناطق المحاصرة أعلن الاحتلال الإسرائيلي إحباط محاولة إيرانية لتهريب أسلحة متقدمة إلى من أسماها بالمنظمات الإرهابية في قطاع غزة وأوقف سلاح البحرية فجرا سفينة محملة بقذائف صاروخية من طراز أم 302 في البحر الأحمر كانت في طريقها إلى قطاع غزة بعدما أبحرت من إيران إلى العراق ومنه إلى ميناء بورسودان السوداني وأفيد بأن الشحنة نقلت جوا من مطار دمشق إلى إيران حيث تم تحميلها بالقذائف وإخفاؤها في أكياس للإسمنت أبرق الرئيس سعد الحريري إلى رئيس وزراء جمهورية مصر العربية إبراهيم محلب مهنئا لمناسبة تشكيل الحكومة المصرية الجديدة ومتمنيا له النجاح في مهمته لما فيه خير وتقدم الشعب المصري الشقيق وفي النشرة بعد الفاصل كيركي تستنكر التطاولة على مقام رئاسة الجمهورية استجوب قادة تحقيق العسكري فادي صوان اليوم موقفين اثنين في ملف القيادي في كتائب عبدالله عزام نعيم عباس وأصدر مذكرة وجهية بتوقيف كل منهما كما أصدر مذكرتين غيابيتين بتوقيف رحم طاها ويوسف الشبيطة سندا للدعاء نيابة العامة العسكرية ولم يتم سوق جمال دفتر دار إلى دائرة القادي صوان بسبب وضعه الصحي فأرجعت الجلسة إلى الاثنين المقبل ناشد المطارين الموارنة كل الأطراف إقاف الحملة على رئيس الجمهورية ميشيل سليمان احتراما لكرامة الجميع وكرامة رئاسة الأولى وكرامة الوطن المطارين الموارنة تمنوا لو استوحت الحكومة الجديدة بيانها الوزري من مذكرات بكركي أسف المطارينة الموارنة للحملة التي تعرض لها رئيس الجمهورية في أعقاب الخطاب الذي ألقاه مؤخرا واستنكروا التطاول على كرامته الشخصية ومقامه كرأس للدولة ورمز لوحدة الوطن موقف الكنيسة أعقب الاجتماع الشهري الذي عقد في الكرسي البطرياركي في بكركي برئاسة البطريارك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الرعي ومشاركة الكاردينال مارنصران بطرس فير والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية إننا نناشد كل الأطراف إقاف هذه الحملة احتراما لكرامة الجميع وكرامة الرئاسة الأولى وكرامة الوطن وفيما يشارك فخامة الرئيس والوفد المرافق في اجتماع الدول الداعمة للبنان اليوم في باريس نتمنى النجاح لهذا الاجتماع في إطار خلاصات مجموعة الدعم الدولية مشكورة وهي تتعلق بتعزيز اقتصاد لبنان واستقراره وتقوية قدرات الجيش ومعالجة قضايا النازحين السوريين المطارنا أشاروا إلى أنهم كانوا يأملون أن تستوحي الحكومة الجديدة مضمون وثيقة بكركي في صياغة بيانها الوزري ولم يكن من داع للخلافات بالتطرق إلى المواضيع التي تحتاج إلى بت نهائي على طاولة الحوار الوطني وضمن المؤسسات الدستورية ولسيما أن الحكومة أتت بصيغة رضيت عليها الأكثرية في الداخل وفي الخارج وارتاح لها اللبنانيون ورأوا فيها مدخلا لإعداد الانتخاب الرئاسي في موعده وأدان المطارنا الموارنة بشدة الغارة الإسرائيلية الأخيرة على لبنان كما شجبوا بقوة القصف الذي يطاول المناطق اللبنانية من الجانب السوري ويستباحة تدل على مدى التماد المفرد من فئات لبنانية متنوعة في الغوص في الداخل السوري فيما المطلوب دور آخر يصب في خانة الحلول السلمية حفاظا على حياة المواطنين الأبرياء وتجنبا لدمار المنازل والبنى التحتية وتهجير السكان الآمنين ونوه المطارنا الموارنة بالجهود التي يبدلها الجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية في التصدي لظاهرة الإرهاب والخطف والسرقة في كل تشعباتها معتبرين أن تسليح الجيش والقوى الأمنية وتطويرها ضرورة ملحة بعدما شهده لبنان من انفلات أمني ومحاولات البعض إيجاد أمن ذاتي أشعر الرئيس نبيه بر استعداد فريقه بتسهيل إقرار البيان الوزري إذا أبدل بعض مرونة في مناقشته كما قال ونقل عنه نواب التأكيد على الموقف المبدئي في موضوع المقاومة مشيرا إلى أن هذا الموقف ثابت وليس تكتيكيا وقد أقرته وتقره كل المواثيق الدولية ووزع بر مستندات ومقرارات من الأمم المتحدة تؤكد حق الكفاح المسلح ضد المحتل بر تناول الخرقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية مشددا على التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الحكومة وقال أن الدفاع عن أرضنا وسيادتنا وثروتنا النفطية يحتاج إلى التمسك بعوامل القوة وحق المقاومة والجيش نقل زوار رئيس الحكومة مام سلام عنه عدم تشاؤمه فيما يتعلق بإصدار البيان الوزري العراقيل التي تعترض وضع البيان الوزاري كانت مدار بحث في السراي الحكومي بين الرئيس تمام سلام وزواره وعضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري استنكر الحملة التي تستهدف الرئيس ميشيل سليمان مطالبا بتطبيق ميثاق الإعلام الذي اتفق عليه في مؤتمر الدوحة واضح أن دولة الرئيس سلام ليس متشائما بمعنى تم التفاهم على معظم نقاط البيان الوزاري وليس سرا أن هناك نقطة عالقة يأمل أن يتم التفاهم عليها في القريب العاجل كانت مناسبة الحقيقة لنؤكد لدولة الرئيس انتظار الناس من البيان الوزاري أن يكون عنوان لوحدة المؤسسات لعنوان للدولة وشرعية الدولة وأن لا يكون هناك شريك لهذه الدولة بأي أمر من الأمور وفد الجماعة الإسلامية أكد للرئيس سلام وقوفه إلى جانبه داعيا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها اعتبر النائب رياض رحال أن الهدف من الهجوم على رئيس الجمهورية هو اضعاف الموقف الرئاسي ودع في حديث لبرنامج كلام بيروت إلى رفض الرضوخ للمساومات فيما خص البيان الوزاري وانا هوا بدي الحكومة ببيان الوزاري إذا كان الوزراء بدي يروحوا يساومهم ويرضخوا لكلمة مقوامي اللي هي نهت حالا بدخولها بسوريا شو الرسالة اللي بتوجه لهم؟ بوجه لهم أنه فورا يروح عبيوتهم لأنه اليوم كفى لبنان مساومات وكفى بقى نقول الصياغ ومدرشوه ونخرب البلد هي الصياغ لنقموا حبر على ورا الصياغ اللي عم يعملوها عزر اليوم وقت بيضل يقولوا بالبيانات القديمة نعم بالبيانات القديمة كانت شعب وجيش مقوامي بس وقت المقوامي بتنهي حالها بتحول حالها إلى منظمة إلى ميليشيا مثلا مثل غيران أنا الحرب بلبنان يوم شو؟ من جاب التفجيرات على لبنان؟ من جاب الحرب السورية على لبنان؟ قبل دخول حزب الله على السورية ما كنا نشوف تفجيرات بالبؤر الأمنية طبعهم بمناطقهم أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب أنه بدأ بالعمل على إصلاح الوضع الإداري في الوزارة وتصحيح العلاقة بينها وبين هيئة أجيرو أكد وزير الاتصالات بطرس حرب العمل لأداء الوزارة دورها الوطني والأمني والتقني والاقتصادي على أفضل وجه حرب ممثل رئيس الجمهورية ميشيل سليمان كان يتحدث خلال افتتاحه مؤتمر عربنات بيروت 2014 في فندق الحبتور بالتعاون مع مصرف لبنان وذلك بحضور النائب هاجوب بكرادونيان ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الأعلام رمزي جريش ممثل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لم يمضي على تولي وزارة الاتصالات إلا أسابيع قليلة ولم تتجاوز لسنين في حكومة آمل ألا تعمر إلا لأسابيع معدودة أخرى إلا أنني منذ اللحظة الأولى التي سلمت فيها وزارتي من سلفي عمدت إلى حل المشكلات المتراكبة المعرقلة لعمل الوزارة في مواكبة عالم الاتصالات المتطور بصورة مزهلة وذلك ببدء إصلاح الوضع الإداري في الوزارة وإعادة روح الفريق إلى المسؤولين فيها من خلال ترتيب البيت الداخلي وتصحيح العلاقات بين المدريات العامة في الوزارة بينها فيما بينها وبينها وبين إدارة هيئة أجير ولقد صممت أن أحقق في هذه الفترة القصيرة لعمر الحكومة الخطوة الأهم بإعادة وزارة الاتصالات لكي تكون في خدمة كل اللبنانيين من خلال الالتزام بثقافة احترام القوانين وتنفيذها من جهتي قال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين إن عربنات هو أحد المشاريع المتميزة التي ندعمها إيمانا منا بقدرته على توفير فرص عمل للشباب في لبنان أما رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات عماد حب الله فدعا إلى إصدار قانون حديث وسياسة قطاعية متطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإسراع بفتح السوق وتشجيع المنافسة كرمت الجامعة الأمريكية في بيروت الراحل كمال جنبلاط بافتتاح معرض تضمن أهم محطات حياته افتتح رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط معرض كمال جنبلاط في مبنى ويست هول في الجامعة الأمريكية في بيروت بدعوة من إدارة المكتبات في الجامعة بحضور وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي ممثلاً كلاً من رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام والنائب محمد الحجار ممثلاً الرئيس سعد الحريري وحجد كبير من الشخصيات جنبلاط ألقى كلمة أكد فيها أن الراحل كمال جنبلاط كان مدافعاً شرساً عن الحرية والعدالة في مواجهة النظام الطائفي وعلق علافين من وثائقي تناول محطات من حياته وعلاقاته بالشخصيات السياسية التي عاصرها كميشامون كان عدوماً لدولاً صحيح لكن كان عدوماً لائفاً أجلوب سياسية رمان الثلاثي ومشروع زنهوار أبداً لحرب 52 ثانياً من بعد الشاب رفض التمديل وكان من القدائل المنطقة الوحيدة للرفض التمديل كما كانت كلمة لرئيس الجامعة الأمريكية في بيروت البروفيسور بيتر دورمان أكد فيها أن عائلة جنبلاط عملت تاريخياً من أجل تحقيق المصلحة العامة شاكراً جنبلاط على ما تبرع به من كتب ومؤلفات لوالده قدمها لمكتبة الجامعة وفي الختام جال الحضور في أنجاء المعرض أسف وزير العمل سجعان قزي لعدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين موظفي باك المفصولين والأمير الوليد بن طلال قزي ووعد بعد لقائه وفداً من موظفي باك بحل قضيتهم حتى ولو تمت الاستعانة بوزارات العدل بلتزم أمامكم وأمام الرأي العام بأنه قضيتكم لن تسقط ولا أريد أن تبقى حية لأنه إذا بقيت حية يعني معناتها ما عم تنحل بدنا ننهيها ما تتحول متل موضوع المهجرين من 1990 لليوم بعد ما أقفل قضيتكم يجب أن تقفل وحتى لو اضطررنا نروح إلى الوزارة العدل روسيا تسيطر على قاعدتين لإطلاق الصواريخ في القرم وفرنسا تلوح بعقوبات أوروبية عليها من الميدان وقد تابعتم فيها السعودية والإمارات والبحرين تسحب صفراءها من قطر والدوحة تأسف وتستغرب الملفات اللبنانية حاورة في قصر الإليزي في إطار مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان طارة سورية جديدة على جرود عرسال توقع إصابات وإسرائيل تعلن هدوة الجولان منطقة عسكرية مغلقة سيطرت القوات الروسية جزئيا على قاعدتين لإطلاق الصواريخ في القرم فيما لوحت فرنسا إلى احتمال فرض عقوبات أوروبية على روسيا إذا لم تغير موقفها في روسيا لا تزال القوات الروسية تحكم قبضتها على شبه جزيرة القرم حيث سيطرت جزئيا على قاعدتين لإطلاق الصواريخ وعلى وقع تأهب الجيشين الروسي والأوكراني قال وزير الخارجية الأوكرانية أوندريدي شيتسيا إنه يريد حلا سلميا للصراع مع روسيا رافضا الدخول في قتال معها وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية قال رئيس وزراء أوكرانيا أرسينيا تسينيوك إن نشر قوات روسية في منطقة القرم يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد وفي إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لمساعدة أوكرانيا بـ 11 مليار يورو في حين دعا وزير الخارجية البريطانية ويليام هيج روسيا إلى احترام الاتفاقيات المبرمة فيما يخص البحر الأسود وشبه جزيرة القرم أما نظيره الفرنسي لرونفا بيوس فأشار إلى أنه سيتم التصويت في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على موسكو إذا لم تغير موقفها في أوكرانيا من جهته قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف على هامش زيارته إلى إسبانيا أن الغرب أخفق في الرد في الوقت المناسب على المواقف المعادية ضد ما أسماه بالسلطة الشرعية في أوكرانيا مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يسمح بسفك دماء الأوكرانيين أو المواطنين الروس في أوكرانيا أو بتعريضهم للخطر وكانت أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم لروسيا مخرجا للأزمة الأوكرانية بالتعاون مع حلفائها الأوروبيين تعيد بموجبه روسيا قواتها في القرم إلى قواعدها وتسمح لمراقبين دوليين بضمان حقوق السكان المتحدرين من أصل روسي وحمايتهم وفي العراق سقط 21 قتيلا ونحو 70 جريحا في سلسلة هجمات متزامنة بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة هزت العاصمة بغداد وأوضحت الشرطة العراقية أن سبع سيارات ملغومة انفجرت في أحياء الشعب والجامعة والشعلة والبياعة والصناعة والزعفرانية أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان استعداده للانتحاب من الحياة السياسية في حال عدم فوز حزبه في الانتخابات البلدية المرتقبة في الثلاثين من آذار الجاري وتساءل أمام سحفيين في أنقرة أنا مستعد للاعتزال ولكن هل الآخرون كرئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس الحركة القومية مستعدون لذلك؟ وفند أردغان الانتقادات الموجهة لحكومته بشأن الإعلام والتي وصفها بأنها سيئة النية مؤكدا أن للتنصط المرخص في تركيا قواعد محددة إلا أنها انتهكت قال مصدر عسكري في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية تملك مئة وحدة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى وصرح المصدر أن كوريا الشمالية تمكنت من تمديد مسار الصاروخ من مائة وعشرين إلى مائة وسبعين كيلومترا مع نشر حوالي ثلاثين منصة إطلاق في وحدات الجيش ويشكل هذا النوع من الصواريخ تهديدا بسبب قدرته على الوصول إلى مناطق قريبة من عاصمة كوريا الجنوبية تظاهر ألاف الفنزبليين في شوارع العاصمة كاركاس رافعين الشعارات مناهدة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الرئيس السابق هودو تشافاذ ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن عشرات الناشطين المعتقلين منذ بداية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد كما نددوا بتزايد معدلات البطالة وغياب الأمن ونقص المواد الغذائية منذ نحو شهر تقريبا فيما حاولت الشرطة تفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع بعد الفاصل في الاقتصاد الأعلان عن ملتقى لبنان الاقتصادي برعاية الرئيس سليمان يوم الثبت المقبل والآن إلى الصفحة الاقتصادية مع باسل الخطيب مساء الخير باسل أهلا رشاة شكرا أهلا بكم مؤشر بلوم بي ام اي الصادر اليوم يشيره إلى تراجع في اقتصاد القطاع الخاص اللبناني تقرير والتفاصيل أصدر بلوم بانك مؤشر الأعمال في لبنان بلوم لبنان بي ام اي للفترة من 12 إلى 24 شباط حيث أشار خلاله إلى تراجع في اقتصاد القطاع الخاص ليبقى المؤشر في منطقة الانكماش عند 45.5 وبحسب التقرير فقد أدت الحوادث الأمنية إلى مزيد من التراجع في مستويات الانتاج خلال شباط واستمر الانكماش للشهر التاسع على التوالي وعلى الرغم من أن التراجع في نشاط القطاع الخاص كان حادا إلا أنه ظل أخف وطأ مما كان عليه خلال الشهر السابق من الاستبيان وجاءت طلبيات الجديدة أقل بكثير مما كانت عليه قبل شهر متأثرة بالتراجع الشهري الثاني على التوالي لطلبيات التصدير إلى الخارج وشهد شهر شباط أيضا تراجعا في مستوى التوظيف لدى شركات القطاع الخاص وفيما يتعلق بحجم المشتريات لدى شركات القطاع الخاص في لبنان فقد تراجع خلال شباط للمرة الثالثة خلال الشهر الأربع الأخيرة وشهدت تكاليف الانتاج تغييرا بسيطا في شباط وارتفعت أسعار المشتريات بنسبة طفيفة في حين سجلت كلفة التوظيف هبوطا هامشيا نسبة لما كانت عليه في كانون الثاني ويقول مروان مخاير رئيس قسم الأبحاث لدى بلوم انفست بانك إن المستثمرين وأصحاب شركات القطاع الخاص ظلوا على الهامش في شهر شباط نظرا لعدم تحسن الوضع السياسي والأمني في لبنان وفي ظل عدم شروع الحكومة الجديدة بعملها بعد حيث أن ذلك مرهون بناء لها الثقة في مجلس النواب أعلن كل من ماد انفستمنت بانك وشركة رسامني يونس للسيارات عن نجاح أول عملية تسنيد لمخزون سيارات في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط والشمال أفريقيا وللغاية عقد مؤتمر صحفي في المقر العام لشركة ريمكو حضره رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة ريمكو فيز رسامني والمدير العام التنفيذي لبنك ماد وماد انفستمنت بانك محمد علي بيهم وقد سمحت هذه العملية لريمكو بالحصول على تمويل من خارج الميزانية وأتاحت لها مزيدا من التنويع في مصادر التمويل من خلال الاعتماد على قاعدة جديدة من المستثمرين صور كسوق لبناني لازم ننفتح على هذه العمليات أن المصارف يبلشوا يمولوا بطريقة غير تقليدية الشركات الكبيرة في لبنان دي معنى البنك المركزي من مدى عم يجربوا يساعدوا ويدفشوا حتى البنوكي يقوموا بهيك عمليات مركبة ونحن كبنك بحرم توسط من الأوائل البنوكي اللي قمنا بهيك عمليات وهيدي العمليين عملت لتمد رمكو بتمويل من خالج ميزانية والحمد لله نجحت ووقتا عرضت على السوق اللبناني تسكر الملف بسرعة كبيرة وأمنا 35 مساهم في مقر المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار إيدال في بيروت أعلن عن انعقاد ملتقى لبنان الاقتصادي يوم السبت المقبل في فندق فورشيزن برعاية رئيس الجمهورية ميشيل سليمان والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع إيدال واتحاد الغرف ويكتسب هذا الملتقى أهمية إضافية عبر محاوره التي ستحاول طرح نظرة مستقبلية للاقتصاد اللبناني وإظهار حاجاته الملحة للمرحلة المقبلة وإطلاق حوار حول ما يمكن القيام به من خطوات وسياسات في إطار ما يسمى إدارة الأزمة بهدف تعزيز الثقة وتنشيط الحركة الاقتصادية ويتناول الملتقى تحديد حاجات المرحلة المقبلة على مستوى بلدان المنطقة ولسيما بلدان الربيع العربي في بورسة بيروت استقر سوليدر A والسوليدر B عند 13 دولار 10 وتحسن بيروت تفضيل فئة H 2% إلى 27 دولار وسجل اليورو دولار 37 أما الذهب في اللدم يطرق تغير يذكر على سعره وبلغ 1337 دولار للأنصة مع فتور الإقبال على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن وفي الخليج تراجعت بورسة الدوحة 2% إثر قرار سحب دول السعودية والبحرين والإمارات السفارة هذا كل شيء في الاقتصاد إلى اللقاء بعد الفاصل في الرياضة فيول يقول وداعا لبرشلونة والآن إلى الصفحة الرياضية مع هبا زيدان مساء الخير يا شاه شكرا مساء الخير بيخوض منتخب لبنان لكرة القدم بعد دقايق وتحديدا عند الساعة 4 بتوقيت بيروت مواجهة مصيرية خارج أرضه مع تايلند ضمن الجول السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كاس آسيا 2015 وبساعة منتخب الأرز العودة من تايلند بالنقاط الثلاثة كما بيتمنى بالوقت نفسه أن يحالف الحظ منتخب الصين بمباراته مع العراق الشائق فبيصيب عصفران بحجر واحد ويتأهل إلى نهائياته المرة الثانية بتاريخه المدير الفني للفريق اللبناني الإيطالي جيوسيبي جيانيني شدد على أهمية اللقاء وأكد أنه لبنان مطالب بفوز كبير لا يحصم تأهله بعيدا عن حسابات مباراة العراق والصين بالإمارات من جهته جزم النجم اللبناني ريدا عنطر أن الفوز اليوم ما بيتحقق إلا بالمعنويات العالية والثقة وذكر عنطر الجميع أنه لبنان سبق وفاز على تايلند بنتيجة 5-2 بمستهل التصفيات بأذار الماضي ببيروت أعلن نجم برشلونة كارلس بويول رحيله عن النادي الكاتالوني نهاية الموسم الحالي وذلك بالمؤتمر الصحفي يلي عقده مبارح دون الكشف عن وجهته الجديدة بويول ما شارك بالموسم الحالي سوى بخمس مباريات كان أخرى أمام ألماريا وسجل خلاله هدف وذلك لأن المدرب باجراردو مارتينو ما كان عم بيعتمد عليه كتير حتى بالعودة من بعد إصابته يذكر أن بعض التأرير الصحفي ذكرت أن الدورة الأمريكية يعد الوجهة الأقرب لبيول كما أن الانتقال لأحد الأندية القطرية يعد خيار آخر أيضا أمامه تتجه أنظار محبي كرة القدم الأوروبية الليلة أيضا إلى سلسلة مباريات ودية مهمة من ذلك نذكر مننا الأبرز حيث بيستضيف إسبانيا بتستضيف بطلة أوروبا والعالم بتستضيف منتخب إيطاليا بمدريد كما بتستضيف ألمانيا تشيلي إنجلترا بتستضيف الدانيمارك كما بتحل هولندا ضيفة على فرنسا وبتبرز أيضا مباراة الأرجنتين مع مضيفة رومانيا ببوخارست ولقاء جنوب أفريقيا مع البرازيل كما بتلعب الولايات المتحدة مع أوكرانيا بأبرس أطل مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف بتصريحات مفاجأة قد تحبط الشارع الألماني بشكل كبير قبل انطلاء العرس الكروي بالبرازيل حيث أكد الأخير أن المانشافت غير جاهز لنيل لقب المونديال نظرا للإصابات الكبيرة بصفوفه بالإضافة إلى أفتقار لعبينه للجهوزية البدنية والعقلية وأشار بعض المحللين إلى أن تصريحات المدرب لوف تبدو تكتيكية بامتياز حيث من الممكن أنه عم بحاول لوف بيوهم المنتخبات الأوية أنه ألمانيا غير قادرة على منافستهم من أجل إخراجها من دائرة المنافسة على اللقب لكن بالوقت نفسه أشار بعض المحللين إلى أنه لوف بهذه التصريحات عم بيكون قد حجب الثقة عن ألمانيا بالمونديال وأنه تصريحاته اجت بغير محلة احتفلت البرازيل ببدء العد التنازل للميت يوم على انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2014 بإضاءة استاد ماراكانا العتيق بريو دي جينيرو يلي رح يستضيف نهاية المونديال كما تم أيضا إضاءة قصر الحكومة الاتحادية واختارت مدينة كورتيبة إضاءة أيضا حديقة النباتات بالنبيئي تغلب هيوستن روكتس على مايا ميهيد بنتيجة 106-103 المباراة كانت متقاربة جدا بين الطرفين بكافة أرباعة قبل ما ينجح هيوستن من حسم النتيجة لصالحه بالدقائق الأخيرة مستفيد من تقلق النجم جويت هاورد بتسجيله 22 نقطة كما أضاف أيضا جيمس هاردن 21 نقطة وفي الختام يبقى التفكير بالعنم السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر والدوحة تأسف وتستغرب مطالب لبنان وحاجياته في مواجهة أزمة النازحين السوريين غارات سورية جديدة على جرود عرسال تقطع إصابات وإسرائيل تعلنها ضبط الجولان منطقة عسكرية مغلقة وفي الاقتصاد ماد انفستنس بانك ورسمني يونس لسيارات يعلناني عن نجاح أول عملية تسنيد لمخزون سيارات وفي الرياضة لبنان أمام الاستحقاق القاري الأخير اليوم في تايلند نهاية النشرة إلى اللقاء إلى عدم التشبس بمعادلات خشبية جاملة ألا فوق لايك ما سلو دمت